تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوال الكل بيعرف أنه كابيلو درب ريال مدريد مرتين والكل بيعرف أنه كانت المسافة بينهم عشر سنين بالضبط موسم 1996-97 وموسم 2006-2007 والعشر سنين هذه ما غيرت الأقدار في المرتين كابيلو فاز بالدوري أخرج ريال مدريد من أزمة كان فيها وفي النهاية أقلوه والغريب لما ندخل بالتفاصيل قصتنا اليوم ليش أقلوه حتلقوا نفس السبب موسم 1996-1997 جاء كابيلو الريال مدريد الريال مدريد كان في المركز السادس وغايب عن البطولات الأوروبية في حالة نادرة تاريخيا يجي كابيلو وتمشي رأى عدد كبير من اللاعبين وباعترافه في إحدى التصريحات معظمهم مش هو اللي يفكر فيهم جابوا لومياتوفيتش جابوا له سكر من أهم المهاجمين في العالم بتلك الفترة جابوا لكلرانسيدورف وأيضا روبرتو كارلوس وبانوتشي الإيطالي والحارس الإجنر الألماني وضعوا عنده أسماء كثير وقالوا له بدهم يلحبوا كلهم ومعهم أيضا رأول الواحد الموهوب الإسباني حاول كابيلو يوظف هدول التلات وقدر يعني خلينا نحكي يوظفهم التلات برس دافور سكر كهداف أول للفريق ولكن الإعلام الإسباني ما عجبته قصة ما عجبته فكرة إنه رأول بعيد شوي على المرمى ورغم إنه خلال الدوري اللي كان وقتها من 42 جولة كان كابيلو مرتاح يعني بنتكلم عن الجولة 36 كان الفارق 8 نقاط بينه بين برشلونة الوصيف يعني الرجل ماشي للدوري بشكل واضح بس فجأة مع الضغط الإعلامي لما حس الإعلام المدريدي إنه جاي بالدوري بدأ يضغط أكثر بده رأول هذا الشي خلق نوع من التوتر صار فيه علاقة سيئة بين كابيلو ورئيس النادي حنشرحها الآن في تصريحات كابيلو اللي هو رورنزو زانز اللي حصل بعد ذلك الفريق خسر مع برشلونة في الكلاسيكو بلقاء الإياب 1-0 ثم بعدها بجولتين خسر بنفس النتيجة مع بلباو وأصبح الفرق نقطين وقاتل ريال مدريد على هذول النقطين لآخر إسبوع في الدوري وفاز باللقب 92 نقطة مقابل 90 لبرشلونة هون بعد ما خلص الدوري طلع الإعلام المدريدي بالديباجات الجهزة هذا مدرب دفاعي وضع رؤول لاعب وسط أيسر وحاطوا على يسارهم بعده عن المرمى وبدأ الضغط كثير لورنزو زانز بنفس الوقت كان رجل بفهم كرة وبتدخل كثير كابيلو حكى عنه نالك قال هو فعلا رئيس نادي بفهم كرة قدم كويس بس بنفس الوقت بيتدخل أكثر من اللازم لمستوى أنه مرة طلب مني ألعب ابنه مباريات بالفريق وقلت له ما بيصلحه قال لي لعبه فمن تدخلات سالز مع كابيلو لعب رأول ما لعب رأول انتهت النتيجة بإقالة كابيلو للخلافات اللي بينه وبين رئيس النادي حاول الإعلام المدريد يقول في خلافات مع اللاعبين واختلفت وغرف التغيير ملاب استعرفها يعني احنا حفظنا الإعلام الإسباني ولكن كابيلو طلع صرح وقال أمره ما كان عندي خلاف مع أي لاعب في رئيس النادي خلافي فقط كان مع رئيس النادي ورغم هذا الخلاف للعلم كابيلو حكى كلمات عنه قبل وفاة سالز حتى كلمات إيجابية قال لازم يعرفوا الناس انه هذا الرجل هو السبب بعودة ريال مدنيد لأوروبا هو اللي جاءت مع السابعة والثامنة وهو سبب التاسعة لأنه معظم اللاعبين هو اللي كان حاط أساسهم لهذا الفريق خليني أحكي بصراحة انه سالز في هذا الرهان صح طرد واحد جايب دوري بس كسب الرهان على رؤول ووضعه بمركز أفضل لأنه رؤول هو اللي ساهم بلقب الالفين وكان جزء من التمانية تسعين وكان جزء أكيد من الالفين واثنين أيضا فربح الرئيس على المدى الطويل لكن على المدى القصير كان قرار غريب وظالم لأنه ما حدا بيعرف شو مخب بالمستقبل الروعى الموسم الثاني رجع كابيلو بالفين وستة الفين وسبعة نتيجة الكالشوبولي قروجه من يوفينتوس كان أفضل مدرب متوفر ريال مدريد يبحث عن من يستنجد به لأنه برشلونا مع رونالدينيو جايب أبطال جايب دوري فريق صار بقدم كرة جميلة لازم نحاول جابوا كابيلو وفي قدوم كابيلو ما جاء مع العابين كثير ما مادوا ديارة إمرسون ونستر روي وفي تصريح استحيل أنسى أنا كشخص وقته بالإعلام يعني كنا نقرأه حكى كابيلو ببساطة إذا جاء نستر روي حاجي بالدوري وجاء نستر روي وجاب الدوري بس شوية دوري كان في شوية تاقدات الدوري كان من ثمانية ثلاثين جولة ريال مدريد وصلت جولة 24 بفارق 6 نقاط عن المتصدر برشلونا ريال مدريد في المركز الرابع خلافات نتيجة ترفض بكهم تجديد عقده وتصريح لك بالله أني أنا مايح ألعبه مرة ثانية بريال مدريد كرت القدمة بيقدمها الفريق متذبذبة مرة مباراة كويسة مرة مباراة بالمعاناة في شي مش واضح شي مش مريح في نفس الوقت برشلونا كان عم بيمشي حاسه أنت سيطر رايح يجيب اللقب وصلنا للجولة 30 وضل الفارق 5 نقاط تقريبا الجميع اعتقد أنه كابل له مش هيجيب الدوري كابل له حينقال لأنه كان وقتها طالع منك أس ملك إسبانيا من دور 16 مع ريال بيتس تعادل سلبي ثم تعادل إيجابي في ملعبه وان جميع الإعلام قال هذا نتيجة اسلوبه الدفاعي وأيضا خرج مع بايرم يونيف 3-2 في دور 16 ذهابا فاز خسر 2-1 إيابا بأسرع هدف بتاريخ دور الأبطال وقتها اللي سجلوا روي مكي وأيضا تم لوم وعلى أنه في لقاء الذهب كان بإمكانه ينهي بايرم يونيف ونتيجة 3-1 لكنه تراجع فاتلقى هدف ثاني أدى في الإياب لخروجه أنقض كابل له وقتها أنه أصبح فيه جو سلبي داخل برشلونا كشف عنه لاحقا أنه غرفة تغيير الملابس توترت حول معاملة خاصة بتلقاه بعض اللاعبين مثل رونالدينيو في الجولة 31 سقط برشلونا مع بيا ريال 2-0 بالجولة 34 ظل برشلونا فارق لساته جيد في نفس الوقت كان كابل له عم يتنازل عن كلمته بخصوص بيكام وبراجع يلعب فالفريق بيتحسن بوجود ديفيد بيكام وفي الجولة 34 كانت جاي هدية غير متوقعة لريال مدريد برشلونا بيتقدم على ريال بيتس حتى الضقيقة 89 في الكامب دوم وبيجي لعب برازيلي للعلم يجي لعب في دوري الإماراتي مع فريق الجزيرة رفايل سوبس وبسجل هدف التعادل وبفرض تعادل بالنقاط ما بين ريال مدريد وبرشلونا وواصل ريال مدريد للجولة 37 وهناك صارت حادثة أيضا غريبة للغاية في هذه الجولة ريال سرقسطة كان وقتها فريق قوي جدا اتقدم 2-1 على ريال مدريد حتى الضقيقة 89 نفس الدقيقة اللي سجل فيها سوبس هدف التعادل تبع ريال بيتس هنا اتقدم نستوروي وسجل التعادل 2-2 تلك النتيجة ما كانت كافية لأنه لا بد أن يتعثر برشلونا وإلا حيفرق بنقطتين في الصدارة هناك برشلونا كان عم يتقدم على إسبانيول للدقيقة 89 أيضا وبيجي لعب اسمه تمودو مشهور جدا من أساطير إسبانيول رأوا تمودو بيسجل التعادل في الدقيقة 89 3 دقائق 89 أنقذوا ريال مدريد وخلوا يدخل مرة أخيرة في الدوري مع ميوركا في ملعبه مضمون لازم يفوز تقدم أحد أفضل لعبين في تاريخ فانزويلا أرانجو لطريق ميوركا بهدف ثم حتى الدقيقة 68 ريال مدريد خسران الدوري في ملعبه بين جمهوره التعادل ما بيكفي لازم يفوز لأنه برشلونا عم يفوز باللقاء الثاني في الدقيقة 68 ريال مدريد قرر يغير اتجاه المباراة سجل التعادل ثم صنع الثاني لما ديارة من ركنية ثم سجل الثالث في ربع ساعة 15 دقيقة ريال مدريد أصبح فاي ثلاثة واحد وتوج باللقاء الناس قالت كابل له عملها فاز وقف هيمنت برشلونا لكن ردة الفعل ما كانت زي ما يمتوقع وقيل كابل له سريعا بعدها وتم تعيين بيرن شوستر اللي كان عم بيؤدي أداء جيد جدا مع ختابي في تلك الفترة سألوا كارديرون عن السبب البعض قال كابل له ما بمشي كلام كارديرون كابل له قوية شخصية لا قال لهم في سببين السبب الأول إنه إحنا كفريق ريال مدريد فوزنا بألقاب كثير فمش كثير كل شي عندنا كؤوس إحنا بدنا كرة قدم ممتعة والرجل كرة قدمه مملة أما السبب الثاني لإقالة كالديرون وسطر في تصريحات مباشرة من إدارة ريال مدريد بعد إقالة كابل له إنه هذا الرجل لونا نتائج برشلونا ما فوزنا بالدوري يعني إنه برشلونا اللي أعطانا الدوري هيك كانت وجهة نظر إدارة ريال مدريد فجاء بشوستر المدرب اللي نجح في الموسم الأول في الموسم الثاني تمت إقالته في موسم سداسية برشلونا الشهيل وفي ناس بعتقد إنه لو ظل كابل له ربما برشلونا مرتاح لتلك الأريحية في سباق الدوري لكن طبعا هذا الشيء مجرد كلام عام ما حدا بقدر يحكم عليه بس بالصورة العامة إذا نحكي بصراحة عن اللي صار مع كابل له رجل الإعلام المدريدي ما حبه صنع انطباع عنه قبل ما يوصل مدرب دفاعي مدرب ممل مدرب كد ونشر هذا الانطباع وهي الحلاقة فعليا إنه الرجل مسكر عليهم النادي وهذا الشيء اللي بيعملوا مع مدري ممكن يروح فيها زي ما صار مع موريني بيخلقوا التوتر بيخلقوا قصص هذا القصص والتوتر بتحول لحقيقة بشكل أو بآخر بأثروا قرار الرئيس الرئيس بيقيلك وبتنتهي القصة بإنه في رجل فاز مرتين بالدوري في دوري الإسباني مواجه في المرتين فريق كان مسيطر فريق كان مسيطر في دوري إسباني وفي نفس الوقت النهاية الله معك هذه القصة الإقالة تكابل له مع ريال مدريد بحب أسمع منكم القصص اللي حابين تسمعوها مني في التعليقات وإن شاء الله تشتركوا بقناة سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة